بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات بحيكم تحية طيبة وبركة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في برنامجنا مع القرآن واليوم سنقف وقفة تضبريا مع بدايات صورة طه التي هي من الصور العظيمة الصور المكية التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة إبلاغ دعوته في المرحلة المكية هذه المرحلة التي لقي فيها من العنت والإعراض الناس رغم أنه يهديهم إلى الخير أنهم يدلهم على الخير طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه كثير من الناس يظنوا بأنها اسم وإنما هي من الحروف المقطعة طاء وهاء وليس اسما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس وأعرضوا ولم يؤمنوا يبيتوا ويقضي ليلته مهموما حتى قال الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كان النبي مشهولا ومهموما من أجل أن تدخل أمته إلى الجنة ويريد من أمته أن تدخل إلى الجنة يريد من الناس أن يعودوا إلى كل أمتي يدخلون الجنة ما أحلى هذه البشارة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة لا يلوم الإنسان إلا نفسه فلعلك باخع كيكاد النبي يقتل نفسه هما وغما لأن الناس أعرضوا ولم يريدوا أن يؤمنوا كأن النبي حرصه الشديد على أن يسلم الناس على أن يدخل الناس على أن يهدد الناس لا يريد أن يضيع واحدا من أمته لا يريد أن يرى واحدا من أمته في النار بل قرأنا كثيرا من الآثار أن النبي يخرج من الجنة عند فتره الملائكة ولماذا خرجتهم إلى الجنة يقول لهم لقد سمعت أصوات أمتي بعضا من أمتي وهم يسرخون في النهر إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسلك الله إلا مذكر ومنبه وتجعل الناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى تذكرة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي في ديو قراءة لست عليهم بمضيطر أي أنك لا تضطرهم ولا تسيطر عليهم حتى يدخلوا أن الناس تدخل إلى الدين طواعية لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي أن الإنسان يؤدي وظيفته الإنسان كثير من الآباء يشتكون ويقول ابني لا يصلي ابنتي لا تطيعني الإنسان يقوم بالأسباب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليسأله التوفيق ويسأله السداد لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم هدينا في من هديت الله يهدي من يشاء أنت عليك لسبب الأب كثير من الآباء وكثير من الأمهات نسمعهم ونسمعهم حريصات وحريصين على أن يتوبوا أولادهم أن يصلوا يعني من منا لا يسعد إذا رأى ابنه يصلي صلاة في وقتها ومن منا لا تسعد إذا رأت ابنتها طهورة عفيفة نقية من منا لا يسعد كلنا نريد أن يكون أبناءنا مستقيمون ويسيرون على الدرب السوي نحن دائما ندعو لأبنائنا بالصلاح ندعو دائما لأبنائنا ليوفقهم الله سبحانه وتعالى فكأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأب الرحيم يشفق على أمته من كثرة أشفاقه حتى وصفه الله لعلك باخع وكلمة باخع قتل أهلك نفسه النبي لم يهلكه الضيق الاجتماعي أو الفقر أو أي شيء إنما الذي يهلك النبي أن يرى إنسان من أمته مبتعدا عن الطريق مبتعدا عن الهدى هذا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نستقيم كلما استقمنا كان ذلك صرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث الكثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته تعرض علي أعمالك يوم الجمعة فإن وجدت خيرا فرحت تخيل معي أنك ترسل رسائل طيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنك مستقيم وأنك تسير على طريق الهدى فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريد أن تفرح نبيك ألا تريد أن تسعد نبيك ألا تريد أن تكون سببا في سرور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كلنا نريد ذلك ولكن علينا أن نشتهد وعلينا أن نعمل وعلينا أن نقوم بوسعنا عسى الله سبحانه وتعالى إن رأى في قلوبنا إخلاص يوفقنا الخير إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ غمكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر